قمر صافة؟ قمر طاحساك من ايديها وبقد ساكتها عز ايديه بغى يقيس وجهها وقال واش انتي بخير؟ وهي تغوت بأعلى صوتها ما تقيسناش شدت فراسها كتحركوا ينين وشمال كتدخلوا تخرج في الهضرة ما تقيسناش ماما بعد مني ماما فينك؟ بعد ما تقربش لي شدت فيها من كتافها وقال تهدني قمر تهدني قمر بدت كتدرف فيه وقد قوله بعد مني بعد كان جاي حتى اسمع صوت صرخة زرف خطواته هو يلمح قمر وشي واحد شدت فيها كانت كتغوت وقدرف فيه وهو شدت فيها مشا بجري اسحبها من بين ايديه وضربو حتى تلاح دار عند قمر وبانت ليه كلها كترا عد وشد فيها كي يحركها وهو يقول مالكي شنو واقع عليك؟ واش دار ليك شي حاجة؟ هادري قمر قالت بعد مني بعدو مني نجمتين تصدمن منظرها والحالة اللي هي فيها دار شايف هدك اللي كان شد فيها ورجع عندو شنق عليه هزو حتى بدور جليه كيلعبو في الهواء وقال له مالها شنو دارتي ليها؟ قال له طلق مني أنا مدرت ليها والو قال له نجمتين كيفاش مدرت ليها والو؟ وشكون وصلها لهاد الحالة؟ شكون انت وكيفاش دارتي حتى دخلتي لهنا؟ قال له واطلقني أنا عمها قال نجمتين حمها؟ قال له ايه أنا عم هاردوان سولها قاع دار نجمتين اللي عند قمر وبانت ليه طيحة في الارض وغايبة على الوعي طلق من عمها ومش عندها هزها اضرب ليها على وجهها بشوية ولكن ما تحركاتش هزها بن ايديه ودخل بيها الفيلة وهب كانت خارجة من سيارتها وشافت نجمتين اهاز قمر غوب شات وهي حاضية هم داخلين وقالت وشوفي لك على منظر تاني ضروري تخلي كل شي ضاير عليها وإلا ما كتناش طلع نجمتين مع الدروج وقمر بين ايديه وراثها على صدر دخلها وحطها فقنا مسيتها ودار خارج حتى قرب يوصل الباب وهو يرجع حيد لها الصبات من رجليها وقرب عندها تحنى وهز لها راسها بشي قاد دفق المخدة هايديك الساعة حلات قمر عينيها كان وجهها قريب لصدر رجعت باللورد قاعدات بسرعة قالت اشنو قدير هنا شكون عطاك الحق تقرب لي زير على قبطة وقال سخفتي لتحت شنو بغيتيني ندير نخليك مليوحة تمك او هي تقول له خرج خرج عليا نجم الدين قال من بين سنانه ما ترفعي صوتك عمك وما احترمتيش صدق الدار براجل قد ببا بسبابك خرج وازدح الباب قوم ونزل مع الدروج شاف عم قمر قالس في كرسي وكيمسح الدم من فمه قرب لعنده وقال له كان اعتاضر على الدقة اللي اعطيتك ماكنش عارف باللي رك عمها هو يقول له رضوان ماشي مشكي انت هو الوديغارد قمر قال ليه نجم الدين اه هو انا هو يقول رضوان اذا كنت كدير خدمتك ماعرفت شمالها كنت كنهدر معاها احتجت هديك الحالة نجم الدين قال له كان اعتاضر مرة اخرى وخرج من الفيلة وتوجه البيتو خدست وارد وركب في موتوره وخرج ما حاملش بقت المال اصلا دماغه مش غور بدكش اللي وقع معناهد وزاد عليها كل نهار منوضها مع قمر تفكر الحالة اللي كانت فيها احتى كان غيعتف عليها ولكن افعالها كتخلي الواحد ينفر منها ومشان المكان اللي كيمشي ليه هو وناهد ملادهم الخاص واقف خاشي ايديه في جيابه مقابل مع البحر ودماغه غدان دازوا ذكرياته معناهد قدام عينه هو كيبغيها وما مستعدش يخسرها وهي غلطات ولكن ما يمكنش يسمح في الانسان اللي كيدق لها قلبه تلفت متفاجأ فاسمع صوتها كتعيط ليه نجم الدين ابقى واقف كيشوف فيها وجهها شاحب وطاغي عليه الحزن عينيها باين فيهم باللي كانت كتبكي دروا قلبه عليها ما بغاش يشوفها في هاد الحالة ناهد قربات عندهم ترد ووقفات قبالتو كتشوف فيه بشوق بقاوساك تشينهما كيتبادوا النظارات ويدهدر قالت اكتر حاجة كتعذبني هي بعادك عليها نقدر نصبر لأي حاجة عايرني دربني ولكن ما تباحتش عليها كنحس براسي مخنوقة وما قادراش نتنفس انا غلط ونستحق اي عقاب ولكن ما تحاقبنيش هكا نجم الدين بقى كيشوف عينيها وقال شنو كتديري هنا في هاد الوقيتها قالت جيت باش نشمل هو حيت مخنوقة واول بلاسة فكرت فيها هي المكان ديانا قال هاد التصرفات مغاداش تحييديهم قالت لي سمح لي قرب عندها وهز ليها راسه بصبعه وقال واعديني اخر مرة يقع بحلاتش قالت كان واعدك وهو يقول توحشتك ناهد بتتكاتبكي وقالت حتى انا كنت غادا نحمهاك بعد عليها ومسح ليها الموحها وقال صافي باركة من المكا وانتي طيبتي هاد العيني باسها في عينيها وهي تقول نجم الدين متزوجه بتاسم وهو يقول وعلى احنا شنونا وين نديره قالت زحمة دابة بغيت نقول في القريب قال ليها شفتك وليتي زربانة كتار مني قالت ما بقيتش بغيت نتسنى حتى نتخرج خايفات خطفكشي واحدة مني عقد حجبانه وقال كيفاش بنت ليك حتى تخطفني واحدة ولا جوش حتى تقيتها على صدره وقالت عارفك ما غتشوف حتفشي واحدة ولكن لا فوترها منك قال ليها وعلاش بالسلامة وهي تقول له عاطي العين بلا قياس وما كيناشي واحدة تشوفك وما تبغيكش أشنو قلتي نتزوجه بازها في جبهتها وقال من غدائي لبغيتي ارجع نجم الدين وهو ناهد ووصلها لقدام الدار نزلاته الفرحة كتشعي من وجهها قالت له صبح على خير وهو يقول علمي ماماك من هنا السيمانة نديرو الحقد والعرس حترت فاهمي معموك الوليدة لاحظت عليه عن نقاته وقالت أنا فرحانة بالساف اين تدود هاد السيمانة؟ طلعت ناهد وقلبها كيرفرف بالفرحة وديتو تلتينيان قامت من بعد دكش اللي وقع ناضط النهار لاخر كأن شيئا لم يكن رجعت لروتينها اليوم ما بين سبا والنوادي والشوفينج واليوم عرفات بلي ناصيف راجع لأب ديالها عرضوا على العشاء وخبرها بلي ضروري تحضر كانت واقفة في بيتها نابسة في ستان دهبي نزلات مع الدروش وعلى صوت خطواتها كل شيء تلفت كانوا ضايرين بالطبرة لأب عثمان وزوجته ملاك وولدها أمير خدها وهب وناصيف ولد عمها لقيت تحية وقلسات في مكانها المعتاد وهو يقول عثمان شحال فرحت بهذا اللماء شحال هادي ما درناها وهو يقول ناصيف قمر لبث عليك قالت له بي خير على سلامتك قال الله يسلمك قربات ملاك من ولدها وقالت له شوف كي حال فمو فيها تقول مكلاه مخطبا قال أمير ورسي يتطايح في أشحال هذا قمر كانت كتاكل علمها لها وما مصوقاش النظرات ناصيف لحاضينها عثمان لاحظ تشوفاته لها وعجبو الحال أما وحد وهب كانت عارفة الفيلم داير على خطها وحسات باللي تلاحظ للتوش تاني وقفات قمر وقالت بصحتكم قال لها عثمان قلسي حتى النظر جميع باقي غادي نهضرو على شيكاز القهوة قالت له قمر أنا في الجردة حتى تكملوا على خاطركم وعيدوا عليها خرجات قبل ما يقول باها شي كلمة كان الضلام وأدواء الحديقة مدوين الدنيا أبقات غادي في الجردة حتى وصلت حدا الخصة الكبيرة لمحات وواقف ضارت وهو يباليها ناصيف تابحها تبسمات بمكر وسرعات خطواتها تلفت نجم الدين فاش حس بيها وقال ليها علاج معاي طالية في هاد الوقيتها قبل ما تجاوبه قربات ليه كتب وتعلات على سبعان رجليها شاد داليه في براهو ما حس غير بشفيفها تحطو على شفيفه ناصيف كان واقف بعيد وكيشوف فيهم ونار الغيرة والغضب شعلين فيه دار ناصيف ورجعت خل فيه نجم الدين كان بحالة صدمة ما توقع هاش منها نهائيا كيف سرعت معاه وهو يدفعها عليه حتى كانت غضطيح هزيت راسها وشافت فيه وباليها شاعل ديال المعبور وبسرعة وصل عندها وشنق عليها زير بإيدو على عنقها احتوجها والأحمر قالوا هو مخرج عينيه فيها عرفتي شنو دارتي قامار كدرب ليه في إيدو باش يطلقها وقد هو طلق طلق مني غنقتيني قال فهي العاهرات هما اللي بقاوا ليك قالت طلق مني حييت إيدو من عنقها وجرها مشعرها وقال ما غاديش ندوذها ليك كتسمعي قالت طلق مني يا الحيوان هز نجم الدين إيدو وحتها الدرشة بظهر إيدو حتى داخل طاحت في الأرض على ركبتها وتجرحات منها بقى واقف كي يصوت حابس راسه بالزز باش ما يصلخهاش قامار شادة في خدها وقالت بابا وعمرو مضربني احتاجة شياطة بحالك المد إيدو علي غادي نرجع عليك الدقن دوبلا غير كون هاني اجلس حداها وقال عمرني مديت إيدي على شي وحدة ولكن انتي تستاهلي ما كتر إلا ما قلبتيش على ساحتي غادي نسدك الشي اللي تربيت علي وقف وقال ونزيدك حسابي معاك ما زال ما سالاش شاف فيها بكره وناد من حداها وتوجه لبيتوه وصاعر قامار ناضت من الأرض وقاصت جنفه مهلقته مجروح معتر شلي عطاها مسحات الدن بظهر إيدها ودارت ابتسامة خفيفة على وجهها وخما كانتش حاملة تبوس نجم الدين ولكن أي حاجة في سبيل تخلص من نظيف ويلغي دك الشي اللي في راسي رجعت للداخل وطلعت للفوق غسلات ركبتها وداواتها وهيك تدعي فيه بدلت عليها ديك الكسوة ولبسات واحدة خرا وقفت قدام لمرأة وهم يبانوا لها أطار سبع نجم الدين بخدها درقاتهم بالماكياج أما شفتها المجروحة ما قاستهاش خلاتها هبطات عندهم وكانوا مجموعين في الصالة كيف دخلت هز فيها ناصف راسه والمح الجرحة اللي في جنب شفتها زير على إيده ظنن منه أنها من أطار القبلة ما عارفش باللي هي كيف حطت شفاها على نجم الدين طيرها في البلاصة قلسيت مقابلة معاه وما كتشوفش فيه عطمان حط إيده على دهار قمر وقال فين كنتي؟ ناصف مشاك يقلب عليك وما القارش قالت طلعت البيتي بالدلت وهو يقول من لي جيتي دابة ممكن نبدأ ناصف والدي قال لنا عندو شي موضوع بغي فتحنا فيه ناصف عينيه عليها وقال عمي بغيد نطلب إيد بنتك قمر لزواجي لقبلتي قمر صدمها من بعد داك شي اللي شاب وباقي بغي تزواج بيها خرجات في عينيها زعمها واش من نيتك ناصف كملها درتو قال قمر هي البنت اللي كان بغي وبغي نكمل مهاها حياتي شاب في عمو قال غادي نحطها في عينيه ونسعدها كنواعدك تاسم عثمان وقال الله يا ودي ما غاديش نلقاه ومحصل منك قمر كبرات قدام عينيك وكنت يديه مفجن بها هي ووهب فرحتين يا ولدي كنت نيت كنت منها سهر بحارك أحلام مفقوصة قالت شفت قمر ساكتة هي الهضرة كانت في راسك ولكنتو مع بعدياتكم متافقين قمر خنزلات في مرتباها ورجعات شافت في بباها اللي وصل لها بنظرات وأن الرفض ما منوها وهو يقول اشنو قلت يا بنتي قالت وهب أكيد هي موافقة ما غاداش تلقى حسن من ناصيف قمر بقت ساكتة وهو يقول أمير ما تقوليش لي يا حشمان قمر هادي ماشي ديالك عثمان قال كانتظن موافقة ياك قمر ناصيف قال إلا عندك شي حد في حياتك ولا كتبغي شي واحد أنا غادين تراجع عثمان قال بنظرة حدة قمر ما عندها حتى شي حد في حياتك وعلى مبالية من سكوتها باللي هي موافقة وقال قمر نطقات قمر ببورود موافقة ناض عثمان وعنق بنته ومقادته فرحة وتقدم ناصيف هزئيدها وقبلها هي مدارة حتى شي ردت فعل وجهها ما فيه حتى تعديل هنقاتها خدها وخوها واحتمرات بباها جابوا له مشروبات وحتفروا وحده موعد الخطبة الرسمية اللي غادي تكون بعد ربعيان وقف ناصيف غادي في حاله وقرب عند قمر وباسها من خطها وخرش غادي السيارته حتى سمعها كتعيط عليه دار وشافها جاية ناحيته قالت شنو معنيت هاد شي ناصيف قال معنيتو وأنا كنبغيك وباغيك وما كيهمنيش ماضيك قالت إذن شفتينا قال ليها ما كيهمش وهي تقول ما عندكش عزة نفس عارفني ما بغيش نزوج بيك وجاي فارد عليها راسك قال ليها مع الوقت غدا تبغيهني وهي تقول عمرني غدا نبغيك لانت ولا غيرك قال ليها إذن احتهو إذن احتها هادك ما كتبغيش قالت ماشي سوقي ومن الأحسن تلغيها دا تخر بيك حيث أنا أكيد ما غاداش نزوج بيك قال ليها وعلاش وافقتي قالت وافقت على قبل بابا حيث عارفة راسه قاسح ولكن عندك حساب ليك غدا نحني الراس ونكمل فهذا التمثيل حيث مستحين نتزوج بواحد ما حاملها مش قال ليها حليش قلبك قاسح لهاد الدرجة قالت إحساب ليك أنا ما عارفاش هاد الزواج شنو موراه باغي توطق شراكتك مع بابا وتوططو العلاقة بينتكم لحقاش عندكم مصلحة مشتاركة أنا ماشي غبيا انت يقديك الهضرات يلك تبغيلي قال ليها إحنا بصح باغي ندخلو شراكة ولكن علاقتي بيك بعيدة على هاد الشي لو كان هادك هدفي كنت طلبت تزواج من وحب اللي ما غاديش نلقى مع هالصعوبة ولكن أنا باغي كنتي غيرات قامر على عينيها وقالت وأنا ما باغيكش أفهمها رجعت دخلات للدار وناصيف تلعفتم وبيتو مشات عن دباها لبيتو ودقات ودخلات قالت بابا كنت رجاك لغي هاد الزواج أنا ما بغيتش نتزواج عثمان قال فات الوقت على هاد الغضر انتي وافقتي وعطينا الكلمة لولد عملك ما كنلعبوش هنا قالت ياك بغيتي هتزواج واحدة في بناتك أعطيه وهب علاش أنا بديت قال هو بغاك انتي علاش ما تعطيهش فرصة باين فيه كي يبغيك قالت مستحيل هو يقول لها خد بغا دي نديروها واحدة الزواج وهذا آخر كلام عندي وهي يدقو ولا رفض قال ديك الساعة ما انتي بدي ما أنا ببعك ضحكات وقالت غادي تبرى مني على قبله هو قال هاد شي كنديرو على قبلك انتي شينهار غادي تفهمي موقيفي قالت قد حكم علي بالتعاسب هاد القرار خرجات من بيت باها ودخلات بيتها حسات بالخنقة كل ما تفكرات موضوع هاد الزواج اليوم تجمع فيه حادتين مهمة خطوبة قمر من نصيف وعقد قرار نجم التين وناهيد اليوم غادي وقعوا فيه احداث كتير غادي تغير مجرى حياة بعض الاشخاص الضيوف بدو كيلتحقوا بالحفن عثمان عارض مع ريفول اقربة خطبت بنته ما غاديش الدوز بلا ضجة واقف كي يستقبل الناس وجنبوه ناصي كانت واقفة في الحمام لابسة في نوار حديد فكرات احتعيات في مخرج ولكن بدون نتيجة وقرات تمشي معاهم في الخط واتدوز الخطبة ومن بعد اكيد غدت القحل قبل من موعد الزواج قد دات المايكوب ديالها وخرجت كيف سدات الباب ودارت بال لها وقف وسط غرفتها راسم بتسامة مستفزة نوضات لها خاطرها داتها كترجف ولكن ما بيناتش ضعفها وجهات ليه نظرات الحقد وهزات صباحة ونعتات ليه على الباب خرج في حالك وقال لها ردوان عندي شي هضرة بغيت نقولها ليك وقالت كان كرهك كان كره صوتك وخلاقتك خرج عليها وهو يقول ردوان تهدلي وتقدم لعندها وقال بما انك غدت ولي زوجة ولك شنو بعليك نتساول ماضي ونبدأ وصفحة جديدة قمر كل هكا ترعد وقالت خرج ردوان شد فيها من دراحة وقال ما لكي مفرعنا لهذا الدراجة جيت نصفين منفوس ازلي شوية ونسايل لي فات نطرت منه دفعته بكل قوتها وقالت ما تقسنيش الحيوان قال لها ردوان بطريقة مستفزة ما جيتش ولقبتك بالقطة المتوحشة غير هكا سعدات ولدي بيك ودار غادي وكيوصل عند الباب وقف لحظة وجا طايح في الأرض كانت قمر واقفة موراهو هزفات في إيديها طلقاته من إيديه وطاح جنبه نزلت عينيها كتشوفه ما كيتحركش وضع يديا لدم تحت راسه رجعت باللور وكتحرك راسها باللع لسقات مع الحيط ونزلت الأرض ما قدراتش باقة توقف على رجليها هادش كله وما نزلاتش الدمعة من عينيها سمعات ضحكة في أرجاء البيت ضحكة على الجهد وبطريقة هستيرية قال سجن بالحيط مثل متعليه كتشوف جتة عنها وكتضحك على جهدها عثمان صيفة مريم تعيط عليها طلعات وبدأت كتضق في الباب شحال من لي ما جاوباتهاش حلات الباب شوية ودخلاته هي تصدم بمندر رضوان طايح والدمايات من تحته مشا اللون من وجهها وغوتات بالجهد شافت في قمر وقالت أنيسة قمر قمر كانت في حالة صدمة بدأت مريم كتزعزع فيها وقالت قمر أنيسة قمر مالكي واش انتي بخير شافت فيها قمر وقالت مات قتلته مريم حطات ايدها على فمها وهي تقول قمر قتلته مات ياك قالت مريم ما عرفتش خاص نعلم سي عثمان فرجعت بالجرع يلا هفضة مع الدروج وهي تساطح مع ناصيف اللي كان طالع عند قمر بدأت كتدخل وتخرج في الحضرة سمح لي يا موسيو خاص نعلمهم واقي لمات مد موازا القمر قتلته شدها ناصيف من دراحة وقال أش قلتي ما القمر قالت مريم قتلته باباك قال لي هاناصيف أش كتخرب قلتي فينا هي قمر كتنعت لي هلفوق وقالت في بيتها طلق منها وطلع كي يجري دخل وهو يتسحق كيشوف باباك طايح كله دمايات الجرال عنده وكيقلب فيه هزليه راسه كيضرب ليه على وجهه قال الواليد الواليد قمر كتقول قتلته تلفت ناصيف للصوت وهي تباليه بقى في نفس الوضع وضم رجليه وكتشوف نقطة وحدة قال هو مصدوم قمر شنوقع ما الواليد شكون دار في هاد الحالة قمر بقت ساكتا ورجع شاب فباه وحتسبعه على نبضه غمد عينيه فاش حس بالنبض ضعين جبت تلفون ديالو وبسرعة تصل بالإسعال تحل الباب ودخل عثمان اللي حتاه هو مصدوم من المنظر تخور قرب خطوات بطيئة حتوصل عند ناصيف وقال شنو واقع هنا مريم ووراهم قالت آني ساقمر اللي قتلته عثمان دار وخنصر فيها وقال آش كدخل بقيمتي مريم كدترع حد قالت هي اللي قالتها وهو يقول عثمان قمر قالت بابا أنا قتلته قتلته صرفقها عثمان وقال آش كدقولي شنوقع وشكون دارت في عمك هاد الشي قمر شافت فباها وقالت أنا ضربته عثمان ما قادرش يتيق وقال ضربت حركات راسها بآه وقالت آه أنا ضربته وإيلا قرب لي مرة أخرى غدا القتله عثمان ما بقى عارف ما يقول تلفت الكل فاستمعوا سيارة الإسعال عثمان جربنته وخرجها من البيت دخلها البيت خدها وصده رجع عند ناصيف اللي شد في بابا وقال هاد الشي اللي سمعتو ما يخرش من هنا دخلوا المسعيفين وهززورة دوها اداوه الأكبر كلينيك في المدينة دخلوه لغرفة العمليات ووقفوا ليه النزيف وخرجوه لغرفة الإنعاش وطمأنوا عثمان وناصيف على حالته باللي زال عليه الخطر تاصل عثمان بملاك وخبرها تعلم الضيوف بالليل حفلة سالات ودهك الشي اللي دارت خرجوا الناس بحالهم وداوا معاهم ما يعودوا وفي دار نجم الدين اللي عمرت بالديا جاي عن الناس المقربين حضره الكل بغي احضر العقد قيران نجم الدين كل شي كيحتارمو وعندو هبا خاصة في العائلة ولبسات ناهد قفطان والابتسامة مفارقات شوجها وعينيها كيلهمات آخيرا غدا تولي لنجم الدين وعلى اسمه خرجها من سهوتها غير نجير آيات كتقول ليها يلا تحركي وفي الصالة التحت جالس نجم الدين وسط الرجال وعينيها على الباب احتكي تسمح صوت دقان مجهد وشوياتهم مداخلين ثلاثة ديال الرجال هزين راتيو في ايديهم وقف نجم الدين وتوجه عندهم وقال يا كلابس قال ليه الشرطي هادي دار نجم الدين السملالي قال له نجم الدين آه هو هذا قال ليه معك البوليس تفضل معنا وهو يقول نجم الدين اه ليش بالسلامة قال له الشرطي انت متهم بالاعتداء لردوان العابيري نجم الدين عقد حجبانه وقال شكون هذا وهو يقول له الشرطي الهضرة ماشي هنا تفضل معنا خرجو رجال الشرطة قدام الدار نجم الدين قرب عن دباه وقال الواليد هاني مشيت معهم نشوف شنو بغاهم قال له عبد الرحمن غادي نشي معاك أولدي وهو يقول نجم الدين لا بلاش خليك مع الناس انا دابا غادي نرجع ومشا عن دمو بس لها رأسها وقال الواليدة لما تخلع باينا غير سوء تفاهم شو بيه وغادي نرجع تم خارج نجم الدين وكيف وصل حده سيارة الشرطة وهو يسمع صوتها كانت واقفة حد الباب قالت نجم الدين تلفته هي تباليه قفطانها كيف الملاك داي رزيف على رأسها وعينيها دامعين ارجع عندها وشد فيها من دراحة وقال ما تبكيش انا غادي معاهم وراجع دخلي للدار وتسنين غادي نرجع عند زوجه وتولي مرتي حلالي تحنا باسها من جبهتها وقال جيتي زوينة بزدار وصلوا المركز ودخلوه لمكتب الضابط قال له الضابط عائلة العابيري تقدموا بشك وضدك باللي دربتي السيد ردوان احتد دوه المستشفى حالة حريجة قال نجم الدين شكون هاد ردوان باش نضربه قال ليه الضابط انت خد دام عند عائلة العابيري كحارس شخص كاينة هاد الهضراء قال ليه نجم الدين اه كاينة وهو يقول له الضابط وعليش كتقول باللي ما كتعرفش السيد ردوان اخو عثمان العابيري بقد دابط كيحقق مع نجم الدين وقال له باللي كاينين شهود باللي رك دربتي وفالاخر هابطوه وصدو عليه في الزنزانة وفي فيلا العابيري فاقت صباح ويت نوت قافزة فاشت فكرات شنوقع ليلات أمس الدكرات درب هالعمها وحطات ايدها على فمها بالصدمة قالت ناري قتلته اتحل الباب وهي يدخل مريم هازف ايدها بلاتو فيه الفتور كان وجهها حزين وكتشوف في الأرض قافزات قمر من بلاستها ومشات شدات في مريم مات واش مات مريم قالت عمك باقي حي ورا في الكلينيك مازال مفاق قمرت نفسات سعاداء وقالت ما كرهتوش يموت ولكن ماشي على ايدي علشان انا عساهنا شنوقع البارح عاودي لي كل شي بالتفصيل عودات لي هامريم قاعدك شلي وقع البارح وهي تقول ليها اني سقمر ليز عاونيه يخرج هو مدار والو انا قلت غير ذك شلي شفت واصدقت خارجة على السيد وهي تقول قمر انتي اشكت خربقي شكون هذا قالت مريم ميسيو نجم الدين وهي تقول قمر البوديكارد ما له شنو دخله قالت مريم ادخل الحبس بتهمت انه اضرب عنك وهي تقول قمر كيفاش قالت لها مريم سمعت ميسيو ناصيف قال ميسيو عثمان بيلي الكل في خبارهم شي حد اضرب بقى وما يمكنش يقولون تي واقتارح عليه الى السقوها في البوديكارد ذيالك وهي تقول قمر وفين هو بابا قالت مريم كاين التحت عافك يا قانسة قمر ما تقوليش ليهم انا اللي عاوت لك وبدأت كتبكي وقالت عاوني عافك هو مدار والو اندمت لي عاوت لهم علشن وقع في الحديقة خنزرات فيها قمر وقالت سيري لشغلك وباركة من تخراج قالت مريم سمحي لي خرجات وقمرها بطاطل تحت بان لها الابديالها وملاك قالسين في الطبلة وقفت على باباها وقالت بابا بغيت نهضر معاك قال فينا هي صبح الخير وهي تقول صبح الخير ممكن نها ضربو حدنا وهو يقول لها سبقيني للمكتب هاني جاي ودك الشي اللي دارت دخلات قالسة على أعصابها ودخل عثمان وقلس في المكتب دياله قالت قمر كيفاش الجارد دخل لحفظ وهو يقول لها ياك ما بغيت يدخلي في بلاستو قالت بفرود أنا اللي دربته ما بغيش تعرف السبب علاش قال لها عثمان ماشي مهم اللي مهم ده هو حلينها وعمك ما ماتش وقفت قمر وقالت أكيد غد يعرفوا باللي ماشي هو اللي ضربوه وهو يقول عثمان انتي ما تشغليش راسك بهد الشي غير وجدي راسك كيف يفيق عمك غادي نديرو الخطبة ديالكو انتي وناصي زيرات قمر على ايديها وقالت ما زال بغيني نتزوج به قال عثمان أكيد ناصي فهو اللي غادي تدي قالت أوكي خرجاتك ترحد بالأحصان كيف ديما ما كيهمشش نواقع المهم هو السمع ديالهم ما كتأترش حتى أنه ما سولهاش علاش ضربات عنها وخاك ونسولها ما غاداش تقوليه السبب ولكن هو ما كلفش راسه حتى أنه يعرف السبب طلعت لبيتها وكي دخلات شافت جهة البلاسة فين كان مستلقي عمها كانت مفرشة زربية جديدة وكل شي نقوم قاد حال ليلة موقع وان دازت يومين على اعتقال نجم الدين ساجد وسهيل كل مرة كيمشي وطلو عليه وكيف موعد ساجد وكل نجم الدين محامي بارع ولكن الطرف الثاني اللي هو عائلة العابري حتى هما وكلوا واحد من أبرع المحاميين وتقرر موعد الجلسة بعد أسبوع حاولت في هاد المدة ناهد تمشي عند نجم الدين ولكن كل شي كان كيمنحه على حساب توصياته هو ما باغيهاش تشوفه في هداك المكان واحتى والديه منعهم يجيوا عنده دوذ هاد المدة في الحجس وكان كيعدل أيام باش يخرج حط بين عينيه انه يصفي حسابه مع اللي وصلوه لهنا أول حاجة وديك ساعة يقدر يرجع لحياته الطبيعية اللي كان عايش قبل ما يحط رجليه في ديك الدار ويوم الجلسة دخلو نجم الدين وحطوه في مكان المتهم كانت لقاعة عامرة احتمن عثمان ونصيف حاضرين وبدأوا محامين كل من الطرفين في الدفاع على موكليهم وتقديم الأدلة المتوفرة محامي نجم الدين كملوا جريس بلاستو وناد محامي عائلة العابير وقدموا ثيقة للقاضي فيها تقديم شاهدين على الحادثة قال المحامي آني ساقامر واش الشخص اللي ضرب عمك هو السيد نجم الدين السم لالي قامر بقد ساكت وعود لها المحامي سؤال وهي يذكر آه كيف سمع نجم الدين ردها تبسم بجنب وقبضت ايديه بياته بكترة مزير عليهم قال لها المحامي شكرا لك ممكن تغاضي وقفات وثمات خارجة شافت في بباها ولقعتو كيف تاسم بريضة وشافت في ناصيف وهو يغمزها وعاجبو الحال قلبات عينيها وبدون شعور لاحظ عينيها جهت نجم الدين شافت نظرات لإش مئزاز والشفقة موش هاليها ما كانش منكاسر ولا خايف وصل ليها بشوفاته باللي هي اللي خسرات ماشي هو ذاحت نظرها وتمشات بسرعة خارجة من القاعة ونادى المحامي على الشاهد التاني واللي هي مريم بخد دعم دخلات مها بترسها الأرض وقلسات في المكان اللي قالوا ليها عليه ووجه لها المحامي نفس السؤال اللي كان جوابه غير متوقع مريم قالت وهي كاتبكي ماشي هو موسيو نجم الدين مضربش السيرطوان هو مضربوش وبدا تكاتبكي المحامي تلف قال متأكدة حيت في مركز الشرطة قلتي باللي هو اللي ضربو مريم قالت كدبت حيت كنت خايفة على خدمتي ولكن من داك النهار مقدرتش نعس في راحة ماشي هو اللي ضربو نجم الدين بريئ أما ناهد كانت قالسة في بيته كيف ما العادة هاد المدة كل هدوثاتها عندهم في الدار بيلها كلهم عن نجم الدين وقت ما بغد تمشي تشوفو كي يمنعوها اتحل الباب وهي تدخل آيات اللي احتى هي لتقل عنها وجهها اللي دي ما ضاحك والهضورات اللي فيها كل شي مشى علاقتهم بنجم الدين ماشي غير بحال اي شقيقين عاديين بقات كتهضر آيات مع ناهد وقالت ليها بلي اليوم الجلسة ناهد قفزات من بلازتها قالت ليها كيفاش اليوم الجلسة وعليش ما قلتهاش لي وناضت كتلبس وقالت ما فخ باريش كون فراسي كون كنت منك جن بحبيبي ما غاداش نبقى هناك قالت آيات ولكن ناهد نجم الدين ما بغاشي واحد فيني يجي احتى بابا منحو يحضر ملأ حسن قلسي وخلي ننتس الناوس وهي ليرجع غادي علمنا بش نوقع ناهد قالت قد حكي علي يا وقير ما يمكنش نقلس خاصني نحضر وبدأت خارجه قات ليها آيات ناهد نجم الدين ما غاديش يبغي وهي دقل غير نشوفه وديك السعال اللي بغا يوقع يوقع يخاصم ولي حتى يضربني ما كيهمني نش وخرجات ناهد من الدار كتجري شيرات التاكسي وقالت ليه الوجهات ديالها غا دوبت عليها امتى توصل وتشوفه باغت عن قود تقول ليه كل شي غادي يكون باخير وهي واضقة فيه وباللي غادي خرج ويرجع ليه من كدرت حماسها كل ساعة كتقول ملتاكسي سربي زيد في السرعة أما قمر كيف خرجت من المحكمة ركبات في سيارتها وديمارات مكسيريا غا دا في الطريق وهي تجي بين عينها اللحظة اللي شافت فيها نجم الدين شوفة اللي دار فيها حيراتها حسات بالخوف وتأنيب الضمير ما كانتش باغت خليه تلقها اللون ولكن باغا وناصيف تصرفه ما يمكنش تعارضهم وتحط رأسها في موقف حرج إلا بغا تبرقه غا دي خصها تعتارف باللي هي مولاة الفعلة وها دي مستحيل تديرها ضربات على الفولون بيدها وزادت في السرعة ودماغها ممركش مع الطريق حتى أنها حرقات الضو وبلا مترد البال حبزات فرانساك فاش جات قدامها سيارة أخرى ولكن كان فات الفوت ودخلو في بعض سيارة قمر ضربات الطاكسي من الجن احتد قلبات على جوج الخطرات والطوموبيل ديالها الضغجات كليا من القدام وصلت سيارة الإسعاف خرجوا المصحفين كيتجاراو كان حجد كبير ديال الناس مجموعين على الكسيدة البوليس كيف وصلوا بدأوا كيبعدوا في بنادم وتوجهوا المصحفين للسيارة اللي اندخجة بانت لهم قمر مائل على الكرسي وكل هدم فزوها في الحمالة وداروا لها الطوق على عنقها وطلعوها كان نبضها ضعيف بالزاف وبدأوا كيديروا لها الإسعافات الأولى وهما متوجهين لأقرب مستشفى جات سيارة إسعاف خورة ومشاول التاكسي اللي كان مقلوب وبصعوبة جبدو السائق فحصوا وكان ملأمانة دا أمانته داروه في كيس وطلعوه ومن بعد فتحوا الباب الخلفي جبدو بنت كانت كل هدمايات وحل عينيها شافت المصعف ونطقات بصعوبة نجم الدين نجم جبدوها بحدر وهزوها طلعوها لامبيلانس وتحركوا وعلافهمها غير نجم الدين احتدروا لها قناع الأكتجين ووصلات الإسعاف لها الزناهد لنفس المستشفى اللي فيه قمر دخلوها بسرعة لغرفة العمليات من بعد ما داروا الفحوصات ولقاوا عندها نازيف داخلي عثمان كان امتاجه للشركة دياله بعد مسالات الجلسة جاء اتصال بخبر الحادث مشا منه اللون وطاح ليه تليفون من ايده وبعد لحظات خبر السائق توجهه المستشفى وفي نفس اللحظة وصل الخبر لأمناهد خرجات من الدار بالعقل كاتبكي وتخبط في راسها شدات تاكسيل سبيتار فين كينا بنتها كيف وصلت دخلات واللي شافتو كتسولو فين بنتي مشاهت الاستقبال وبعدات كتدخلو وتخرج في الهدار من اللي فهمو باللي بنتها هي اللي دارت كسيدا خبروها باللي كينا في غرفة العمليات مشات اللبلوك وقلسات على الكرسي مبقات قدرت توقف على رشليها مبقات تدعي مع بنتها ودموحها دايزين بدت طبيب بالعملية وخامشي عملية معقدة إلا أن قلبها ما منتا دمينش نبضاته خلاوا العملية تكون حساسة في الخارج جاي ملاك ووهب كيجريو كيف دخلوا اللبلوك بلهم عتمان وناصيب واقفين ومسندين على الحاق وكل واحد فيهم مهمو جاي توهب عن قاتل أبديال هو كاتب كيب صوت عالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر